رفع المجلس التنسيقي لمحافظة العاصمة 17 توصية متصلة بالجوانب التنموية والخدمية بالمحافظة وذلك خلال اجتماع المجلس الذي ترأسه سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة بحضور ممثلين على الجهات الأمنية والخدمية الحكومية ومسؤولين بالمحافظة استعرض المجلس التنسيقي لمحافظة العاصمة جملة من الموضوعات والقضايا المتصلة بالجوانب التنموية والخدمية بالمحافظة حيث رفع المجلس 17 توصية بهذا الشأن إلى الجهات المعنية جاء ذلك خلال ترأس سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة الاجتماع الثالث للمجلس التنسيقي لمحافظة العاصمة لعام 2017 في دورته الثانية بحضور ممثلين عن الجهات الأمنية والخدمية الحكومية ومسؤولين بالمحافظة واستعرض المجلس التنسيقي نتائج الزيارات الميدانية لمشروع الأبنيوز التجاري وما تم الاتفاق عليه من ملاحظات أمنية ومرورية كما عرض المجلس ملاحظات لأهل الجفير حول محدودية مواقف السيارات وإقامة المباني التجارية والخدمية الجديدة في منطقة تستقطب أعدادا كبيرة من الزوار ما يشكل هاجسا بالنسبة للمقيمين في المنطقة بعدم توافر المواقف الكافية وأوصى المجلس وزارة الأشغال بالنظر في إمكانية إعادة تخطيط مواقف السيارات في الشوارع التجارية بالمنطقة وتوفير أكبر عدد ممكن من مواقف السيارات بما يتناسب حجم النمو العمراني والتجاري بالمنطقة وبحث المجلس قلال الاجتماع أبرز الاحتياجات الخدمية في منطقة توبلي إذ أوصى بصيانة وتخطيط ورصف الطرق والنظر في الإشارات المرورية وتوسعات شارع 23 وشارع 11 بالإضافة إلى منع المركبات الثقيلة على شارع 11 وخصوصا شاحنات الصرف الصحي وتعديل عنوين بعض الشوارع والمنازل وإعادة تأهيل مامشا توبلي ومخالفة المباني التي تستغل حرم الطريق بالتشجير والرصف كما ناقش الاحتياجات المتعلقة بمنطقة سترا والنبيه صالح حيث رفع المجلس توصيته المتمثلة في الإطلاع على خطة تطوير شارع الشيخ جابر الصباح والتنسيق بين الجهات المعنية بتراخيص المشاريع التعليمية الخاصة وتوحيد الاشتراطات لمراعاة طبيعة العاصمة العمرانية ومحدودية المساحات